الألغام المتفجرة في أوكرانيا خطر فتاك يهدد أرواح السكان حاضرا ومستقبلا إذ أن مساحات شاسعة تحولت لحقول ألغام سرعتها أطراف الحرب المستمرة منذ عام ونيف وجاء تدمير سدك خفك في وقت سابق من شار الحالي ليعقد مسألة إزالة تلك العبوات المتفجرة بعد أن غمرت المياه حقول ألغام كانت معروفة لدى السلطات الأمم المتحدة أعلنت أن نزع هذه الألغام سيحتاج إلى عملية أشبهة بإزالة المتفجرات في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ولفتت إلى أن كلفتها الاقتصادية كبيرة رئيس برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الألغام بول هيسلوب قال إن هذه المهمة تحتاج إلى 300 مليون دولار سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة أعتقد أنه بحلول عام 2028 يمكننا مساعدة أوكرانيا على إزالة 75% من المشكلة التي تتسبب بصعوبات اقتصادية إذا كان الأمر كذلك فسنشهد استعادة أوكرانيا موقعها كقوة زراعية وهو أمر ذو تأثير عالمي حسب تقديرات الأمم المتحدة أضحت 40% من مساحة أوكرانيا ملوثة بالألغام لتصبح واحدة من أكبر حقول الألغام في العالم تهديد آثر بشكل جلي على الإنتاج الزراعي في الدولة التي توصف بأحدى أهم سلات الحبوب في العالم ورغم استمرار النزاع الروسي الأوكراني تساهم جهات ومنظمات غير حكومية محلية ودولية في جهود المسح عن الألغام والمتفجرات عن طريق أجهزة الكشف عن المعادن من أجل تفكيكها وتمهيد الطريق لجهود إعادة الإعمار في أوكرانيا بعد أن تضع الحرب أوزارها اشتركوا في القناة